أخيرا التقى طرفاء الأزمة اليمنية في مشاورات بالعاصمة السويدية استوكولوم بعد تعثر دام أكثر من سنتين ورغم أن المشاورات الجارية في السويد تنحصر على إجراءات بناء الثقة فإن المبعوثة الدولية شدد على أن هناك إمكانية لحل الأزمة اليمنية في سياق قرارات ميجليس الامن والإنصاف والعدل وطموحات الشعب اليمني مضيفا أن المشاورات ستتطرق للاقتصاد ووضعية مطار الصنع وميناء الحديدة وكيفية وصول المساعدات الإنسانية وزيرة الخارجية السويدية المستضيفة للمشاورات مارغو إليزابيث أكدت أن المشاورات هي إحدى الخطوات المكونة لعمليات السلام في اليمن وأن بلادها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية مشيرة لأن الأطراف اليمنية المعنية ستقوم باتخاذ خطوات أولية وملحة لحل هذه الأزمة العراقيل الحوثية حضرت أيضا إلى السويد بزيادة عدد الوفد الحوثي عن العدد المتفق عليه وهو ما كاد أن يعصف بالمشاورات قبل انطلاقها لولا إجبار المبعوث الأممي على إخراج الحضور الزائد وكالة الأناظر نقلت عن قيادي حوثي قوله إن آليات المشاورات الجارية في السويد لن تحقق سلاما دائما في اليمن محمد للحوثي كان قد سبق بالتهديد بإغلاق مطار الصنعاء نهائيا أمام الرحلات الأممية ما لم يفتح المطار بشكل نهائي وهو ما يعد اشتراطا وفرضا لأجندة المشاورات ونتائجها ترجمة نانسي قنقر